أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدراسة المقدمة من قبل شركة المنصور للسيارات حول المركبات الكهربائية الخفيفة مشيرا إلى أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السياسات الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي ونشر مركبات الوقود النظيف بدلا منها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع مسؤولي شركة المنصور للسيارات لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في أسوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر وأكد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات حال ثبوت جدواها وفي هذا السياق كلف مدبولي المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية بدراسة ما عرضته شركة المنصور للسيارات بشأن المركبات الكهربائية الخفيفة وموافاته في أسرع وقت بنتائج هذه الدراسة تمهيدا لبحث الحوافز وسبول الدعم والتي يمكن أن تقدمها الحكومة لهذا المشروع اشتركوا في القناة